ضم إلينا من بيروت مرسلة الغد كلودي أبي حنة كلودي سوايعت قليلة على المهلة التي منح الرئيس الفرنسي ماذا عن شكل الحكومة المقبلة؟ هل هناك من تفصيلات حول التشكيلة الحكومية؟ هل بالفعل ستعلن رغم معارضة الكثير من الكتل السياسية؟ كنت قد أخبرتكم قبل بأن الرئيس المكلف مصطفى أديب سوف يلتقي في الحادي عشر من قبل ظهر غد بالتوقيت المحلي رئيس الجمهورية ميشيل عون هذا اللقاء سوف يعقد غدا إذن بتأكيد مصادر قصر الجمهوري لقناة الغد هذا الأمر سيوضح إذا ما كان سيعرض بالفعل تشكيلة حكومية جديدة على الرئيس عون ولكن من مواقف الأفريقاء السلطة ولسيما رئيس البرلمان وحركة أمل نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرج بران باسيل ونعلم أن الحكومة السابقة كانت حكومة اللون الواحد حكومة السلطة التي شكلت حكومة حسان دياب هم يؤكدان بأنهما لن يشارك في الحكومة هذا الأمر قد يعتبر عنصرا تسهيليا لإعلان أديب حكومته الجديدة لأن العراقيل كانت تأتي من هذا الفريق تحديدا ولسيما من الرئيس نبيه بري الذي كان يتمسك بوزارة المال كحصة للصنائي الشيعي ولسيما لحركة أمل متحججا بموضوع الميثاقية بأن القوانين والمراسيم في لبنان تحتاج إلى توقيع شيعي إضافة إلى التوقيعين الماروني لرئيس الجمهورية والصني لرئيس الحكومة الآن هذه الحجة أو الذريعة صحبت من التداول بإعلان الرئيس بري أنه لم يعد محتما بالمشاركة في الحكومة لكن نبيه بري أيضا تحدث عن رغم رفضه التواجد في هذه الحكومة لأنه أبدأ استعداده للتعاون لإنقاذ الاقتصاد كيف يتأتى هذا الأمر؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا هل بالفعل ستساعد أحزاب السلطة حكومة أديب إذا ما أتت خارجا عن إرادة هذه الأحزاب؟ هل ستساعد أحزاب السلطة هذه الحكومة على عبور الكثير من العقبات والألغام التي ستطرح أمامها؟ اللغم الأول هو أعطاء الثقة في البرلمان اللبناني إذا ما وقع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية الجديدة سوف تذهب هذه الحكومة إلى البرلمان لتتلو بيانها الوزري وعلى أساسه تحصل على الثقة هل ستعطي الكتل البرلمانية الثقة لهذه الحكومة؟ هذا اللغم الأول وإذا ما تم أعطاؤها الثقة لحفظ ماء الوجه مع ماكرون فإن الألغام كثيرة بعد ذلك هي وصفت بأنها حكومة مهمات إذن أمامها الكثير من الأمور من مشاريع القوانين من اقتراحات القوانين من الخطوات الإصلاحية التي عليها تنفيذها هل ستعمل أحزاب السلطة إلى مساعدة هذه الحكومة بالفعل؟ أم أنها سترضخ تحت وطأة العقوبات؟ أم أنها ستتشدد أكثر وصفى يبقى لبنان في الأزمات؟ إذن المحطة الأولى هي غدا في هذا اللقاء بين عون ومصطفى أديب ليبنى على الشيء مقتضاه ولكننا لا نزال في بداية مرحلة حافلة كما ذكرت بالكثير من التساؤلات إذن كلودي أبي حنى مرسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر